سمع دائماً أن الرضاعة الطبيعية هي الأهم للطفل ونحن نتكلم دلوقتي قد لها وحدك قلت ليس في كل الحالات أوه فعلاً في الأول أنا بشكر حضراتكم على اهتمام البرنامج واهتمام الإعلام كله على تغذية الطفل السليمة وفي الحقيقة تغذية الطفل هي الرضاعة مرحلة من ضمن المراحل لأننا كوزارة صحة بنبتديها من بدري قوي يعني بنبتدي في مرحلة ما قبل الزواج والاهتمام بصحة الأم وتغذيتها مروراً بقى بالألف يوم الأولى في حياة الطفل اللي هي بتبتدي من أول يوم في الحمل فأنا لما باهتم بتغذية الأم وهي حامل أنا ببتدي أول خطوة في الطريق الصح التغذية أو الرضاعة الطبيعية دي معايا من أول سن يوم لحد سن السنتين طيب هل هي مفيدة للطفل طبعاً مفيدة لأن هي الفطرة الفطرة يعني اللي ربنا خلقنا بيها أنا الطفل تولد هو جاهز أنه يرضع كل حاجة في جسمه متهيأل كده الأم حملة هي جاهزة أنها تردع كل حاجة في جسمها متهيأل كده طبعاً زي ما حضرتك اتصار الحديث في حالات بخلي الأم توقف رضاعة أو بقول لها لأ أنت حضرتك مش هتقدر يتردعي الطفل ده سواء لطول فترة الرضاعة أو لفترة مؤقتة فده بيتم على حسب تقييم الأم والطفل مع بعض الرضاعة بقى الطبيعية مفيدة ولا لا طبعاً زي ما قلت هي الفطرة فهي طبعاً مفيدة ما فيش كلام من الرضاعة الطبيعية مفيدة حتى الألبان الأطفال نفسها الألبان الصناعية مكتوب عليها أنه لبن الأم هو الأفيد يعني ما فيش أو وهي بتبقى شبيهة لبن الأم ومش هي بديل بس زي ما قلنا هي في حالات بنتطر ناخد فيها لبن صناعي بس الأصل هي الرضاعة الطبيعية لأن دي التغذية الموصلة للطفل سواء بسبب أن هي كتغذية بتساعد عن النمو أو التطور بتاعة الطفل أو كالحالة النفسية بتاعة الطفل واستقرارها وعلاقته مع الأم هو يا فلاً بتعمل يعني أه طبعاً البند ده رهيب نحن بسميه الضياد يعني هما الاتنين بيبقوا حاجة واحدة الأم والطفل هو مركب واحد طب إيه الحالات هي فلاحاتك بتقولي عليها هل ممكن نمنع الأم من أن هي تردى طبيعية أو حتى للطفل من أنه يرد يعني الخطورة بتكون على الطفل أو الغلط مثلاً نقص فيتامينات معينة أو المشكلة بكون عن الأم هو بيبقى سبب أن أنا أدي بداي للبن الأم بيبقى حاجة فيه حاجات في الأم وحاجات في الطفل لو أنا خدت حاجات في الأم فيه حاجات دائمة زي مثلاً الإصابة بالـ HIV اللي هو مرض فيروس نقص المناعة فده بنتطار نقولي الأم هتوقف رضاعة للحفاظ على الطفل وحمايته من الإصابة بالعدوى فدي حاجة دائمة وعلى أساس كمان أننا في الوزارة متوفر أننا ندي ألبان أما الحالات المؤقتة بتبقى أمراض ومش بسبب أمراض بسبب الأدوية اللي بتتخذ كعلاج الأمراض بنتطار نوقف رضاعة فترة زمنية وبترجع تاني والأم ما تقلقش يعني لما تقلق تقول طب أنا هواقف رضاعة لا ما تقلقيش معاودة الإرضاعة متاحة وتقدر يتعاودي الإرضاعة تاني بأننا نستطيع أن نساعدها أنها ترجع رضاعة حتى لو وقفت لشهور ترجمة نانسي قنقر